نجحت مملكة البحرين ممثلة بوزارة التربية والتعليم في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال العام 2021 على المستويات المحلية والاقليمية والدولية في ظل الرعاية الكريمة للمسيرة التعليمية من جلالة الملك المفدى وبإشراف ودعم ومتابعة من سموة للعهد رئيس مجلس الوزراء نعم فهذه الجهود الجبارة التي عكفت وزارة التربية والتعليم على تحقيقها خلال العام المنصرم أكدت على قوة وتميز المنظومة التعليمية في مملكة البحرين وذلك اتضح جليا منذ مطلع عام 2020 مع تفشي جائحة كورونا بدعم من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ازدهرت العملية التعليمية في مملكة البحرين لما يوليه جلالته من اهتمام بالغ بالتعليم وحق الفرد في المجتمع بالتعلم وها نحن اليوم نحصد إنجازات سطرها التاريخ تحققت بفضل الدعم لا محدود من جلالته على مر السنين ما مكنت طلبة البحرين من نيل الجوائز في مختلف المحافل ومن جهد أخرى فقد حققت المملكة إنجازة متميزا على صعيد التعليم الرقمي تمثل في حصول عشر مدارس حكومية على لقب مدرسة حاطنات للتكنولوجيا من قبل شركة مايكروسوفت العالمية وذلك إثر مشاركتها في البرنامج المقدم من قبل الشركة على مستوى العالم والذي يهدف إلى رفع الكفاءة التعليمية باستثمار أدوات التمكين الرقمي كما استطاعت مملكة البحرين الفوز بعضوية مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو ممثلة للدول العربية وذلك أثناء فترة عقاد المؤتمر العام الحادي والأربعين بالجمهورية الفرنسية والاجتماعات المقررة للجانها ومكاتبها هذا وقد واصلت مملكة البحرين اهتمامها بتعزيز البنية التحتية الأساسية للتعليم وذلك من خلال العمل على تنفيذ الخطة التطويرية للبنية التحتية التعليمية للسنوات العشر القادمة التي أقرها مجلس الوزراء المؤقر بإنشاء مدارس ومبان أكاديمية وذلك لتلبية الحاجة الناتجة عن نمو السكاني وللإبداع والابتكار وقفة فالوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحديث المناهج الدراسية لمواكبة آخر التطورات المحلية والإقليمية والعالمية فقد أدرجت الوزارة موضوعات عن الذكاء الاصطناعي ضمن مناهجها لمختلف المراحل لتحفز الطلبة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة وإضافة موضوعات عن الاقتصاد الرقمي في مناهج العلوم التجارية بالمرحلة الثانوية والعمل على تحويل كتب التصميم والتقان إلى كتب إلكترونية هذه الجهود الجبارة التي تبدلها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالجانب التعليمي في المملكة مكنتها من تجاوز تبعات جائحة كورونا على القطاع التعليمي وضمنت استدامة التعليم في جميع المراحل الدراسية وعلى الجانب الآخر فقد حفزت الجائحة المعلمين على ابتكار مشروعات ومبادرات بالاعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة ولا يمكننا أن نغفل الجهود المستمرة في رعاية الطلبة من ذوي العزيمة وإيجاد الوسائل المثلى لدمجهم مع الطلبة ليحصلوا على حقهم الكامل في التعليم برامج تطويرية واستراتيجية تربوية تعنى بالتعليم بمختلف مراحله في البحرين أوجدت لنا جيلاً مثقفاً قادراً على الإبداع في مختلف الميادين التعليمية والفنية إنجازات لافتة وجهود متواصلة في القطاع التعليمي في البحرين سخرت لها المملكة كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تساهم في إيجاد مخرجات تعليمية متميزة قادرة على الإبداع من خلال مناهج متطورة يقوم عليها جمع من المتخصصين في المجال التربوي حول الجرينيس لمركز الأحفار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر